اشتركوا في القناة عن افضل الاسلحة اللي ممكن تشتريها في طور الاولاين للعبة حلوين يعني اذا كانت عندك الفلوس الكافية ايش اشتري من الاسلحة الكثيرة الموجودة في الكتالوج فاني راح اعطيك يعني افضل بندقية وافضل وافضل سنايبر وافضل اسلحة للصيد حلوين فيلا نخش في المقطع طيب قبل ما نبدأ في افضل الاسلحة اللي ممكن تشتريها اذا كنت شخص باقي ما اخذت جوائزك من روكستار فانصحك تاخذها باسرع وقت ممكن فاذا كنت من الالتيمت ايديشن راح يكون عندك ثلاثة اسلحة جامدة جدا وقوية جدا واسطورية ورح تكون كالتالي فرد الفولكنيك بيستول والفارمينت رايفل حق الصيد والبومب شوتغن تقدر تاخذها من اي محل اسلحة في الخريطة طبعا الاسلحة جدا قوية ورح يعني تخليك فوق بعض اللاعبين العاديين اللي ما عندهم اسلحتك لانك بالبومب انت تقدر تدمر وجهه من طلقة واحدة فقط اما الاشخاص العاديين هل عندنا اسلحة نعم راح يكون عندكم فرد اسمه وهو الهاي الرولر الريفولفر وهذا الفرد نوعا ما جيد ومقبول وتقدر تاخذه من عند اي فنس في الماب طبعا ردد اونلاين يختلف تماما عن الستوري مود من ناحية امتلاك الاسلحة ففي الوفلاين كنا نقدر نشيل الاسلحة من الارض مثلا والله قتلنا شخص معين معه بومب شوتغن مثلا نقدر نشيله هذا في الوفلاين لكن في الونلاين ما يمديك تسوي هذا الشيء للأسف ايضا ما راح يكون في الونلاين اسلحة نادرة منتشرة في الماب يعني على سبيل المثال في الوفلاين كان فيه سلاحة وتس ميلر الذهب بشكل كامل اللي اخذناه من صندوق في نيو اوستن ففي الونلاين ما في هذه الاشياء عرفت في الوفلاين موجودة لكن الونلاين ما في فالطريقة الوحيدة لامتلاك الاسلحة هي انك تشتريها من محل الاسلحة بقروشك فقط طيب الان راح نبدأ في افضل الاسلحة اللي ممكن تشتريها في الونلاين ورح نبدأ في البندقيات وافضل بندقية في اللعبة ممكن تشتريها بندقية اللانكستر ريبيتر وطاقاتها راح تكون كالتالي الدمج راح يكون 3.2 من 4 والرينج راح يكون 3.6 من 4 والريتوفاير راح يكون 2.3 من 4 والريلويد راح يكون 3.4 من 4 طاقات جدا 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 جيدة ومتقاربة وما في فراغ في الطاقات والدمج جدا جدا عالي بندقية تعتبر واحدة من اقوى البندقيات المتكاملة والمتساوية من ناحية الطاقات طبعا اللانكستر ريبيتر ينفك معاك الليفل 12 وسعره راح يكون 405 دولار طيب يا صالح انت قلت في مقطع افضل اسلحة انه ليتشفيلد هو الاقوى نعم ليتشفيلد هو الاقوى لكن في الونلاين الليتشفيلد ينفك معاك الليفل 18 اباكم تقارنون بين طاقات اللانكستر ريبيتر والليتشفيلد ريبيتر دمج الليتشفيلد راح يكون 3.6 من 4 بينما اللانكستر راح يكون 3.2 من 4 الرينج في الليتشفيلد راح يكون 2.5 واللانكستر راح يكون الرينج 3.6 الريتوفاير في الليتشفيلد رح يكون 2 والريتوفاير في اللانكستر رح يكون 2.3 من 4 الريلود في الليتشفيلد رح يكون 3 من 4 والريلود في اللانكستر رح يكون 3.4 ممكن الشيء الوحيد اللي يتفوق فيله الليتشفيلد على اللانكستر اللي هو الدامج فقط الدامج حق الليتشفيلد رح يكون 3.6 واللانكستر ثلاثة فاصل اثنين. لكن الطاقات الثانية مرة نازلة يا صحابي. الرينج اثنين ونص بينما اللانكستر ثلاثة فاصل ستة فرق كبير جدا. عشان كده قلتلك اللانكستر طاقاته متساوية وطاقاته يعني متقارب من بعضها وما في فراغات. الليتش فيلد صح دمج وعالي لكن في فراغات كثيرة بين طاقاته. وايضا اللي خلانا نختار اللانكستر على الليتش فيلد اللي هو الليفل. فرق الليفل يا جماعة. اللانكستر ينفق معاك الليفل 12 بينما الليتش فيلد ينفق معاك الليفل 18. وايضا الشيء الثالث اللي هو سعر السلاحين. اللانكستر ارخص من الليتش فيلد. لذلك تم تصنيف اللانكستر كافضل ريبيتر. طيب الان رح نتكلم عن افضل السنايبرات بدون تقنيصة. حلوين. وسلاحنا الثاني رح يكون البولت اكشن رايفل. وطاقاته رح تكون كالتالي. الدميج رح يكون ثلاثة فاصلة تسعة من اربعة. والرينج رح يكون اربعة من اربعة. والريتوف فاير رح يكون واحد ونص من اربعة. والريلود رح يكون ثلاثة من اربعة. طاقات كلها كلها قوية وكلها فوق الثلاثة. مع عدد الريتوف فاير او سرعة طلقات الرصاصات شيء طبيعي لانه سنايبر. لكن هذا السلاح انا اسميه صراحة بتاع كله. لانه جدا جدا قوي على اللاعبين لانه دمجوا جدا عالي ثلاثة فاصلة تسعة. وايضا جدا قوي ايضا على اللي هو الحيوانات. على سبينا لمثال مثلا التمساح الكوغار. النمر. الدب. عرفت كيف هذه الحيوانات اللي تهاجمك. تحتاج انك تقتلها بسنايبر عشان تحافظ على جودتها. او بثلاثة نجوم. فالبولت اكشن رايفل رح يكون مناسب لها. فانت لما تشتري البولت اكشن رايفل رح تضرب عصفورين بحجرة. رح تقدر تجدد اللاعبين وتقدر تصيد الحيوانات المفترسة بثلاثة نجوم وبجودتها. وسعر رح يكون ثلاثمية وستين دولار. جدا جدا رخيصة مقارنة بطاقاته. حلوين? طيب يا صالح السلاح اللي جنبه مشابه لطاقاته بل انه اعلى منه في الدمج. ليش ما يكون هو الافضل او ليش ما تاخذه. طيب يا خوي ذا السلاح ما رح ينفك معاك الا رانك ثمانية وثلاثين. يهو ليفل ثمانية وثلاثين رح ينفك معاك هذ السلاح او هذ السنايبر. بينما البولت اكشن رايفل ينفك معاك ليفل سبعة فقط. فرق تقريبا واحد وثلاثين ليفل بين السنايبرين او سلاحين وما في فرق كبير جدا. انما البولت اكشن رايفل ينفك معاك سبعة. بالنسبة لافضل سنايبر بتقنيصة رح يكون هو سلاحنا الثالث ورح يكون الهو رولينج بلاك ريفل وطاقاته كالتالي أباكم تركزون على الطاقات حلو الدمج رح يكون 4 من 4 الماكسوم وهو أفضل سلاح من ناحية الدمج في الونلاين والرينج رح يكون 4 من 4 أيضا وهو أفضل سلاح من ناحية البعد أو الرينج الريتوفاير رح يكون 1.1 من 4 والريلود رح يكون 1.9 من 4 طاقاته جدا جدا أسطورية وتحديدا الدمج والرينج ممكن السلبية الوحيدة اللي فيه هو الريتوفاير والريلود لكن صراحة الدمج والرينج يشفعونه على طول كلهم توب التوب 4 من 4 هذا السنايبر جدا جدا أسطوري وأفضل سنايبر ممكن تاخذه في الونلاين طيب يا صالح أنت قلت سابقا أن الكركانو هو أفضل سنايبر في اللعبة كلها أكيد الكركانو هو الأفضل لكن الكركانو في الأونلاين ينفك معاك لفل 50 بينما الرولينج بلوك رايفل ينفك معاك لفل 13 فقط بالإضافة لفرق السعر بين السنايبرين الكركانو رح يكون 760 والرولينج بلوك رايفل رح يكون 685 دولار الرولينج بلوك رايفل يعتبر سلاح جدا مهم في الصيد لأنه هو أعلى سلاح في الدمج إذا كنت بتصيد حياونات مفترسة جدا وحياونات كبيرة فالرولينج بلوك رايفل سلاح مناسب طيب سلاحنا الرابع رح يكون أفضل شوتقن في اللعبة طبعا أفضل شوتقن في اللعبة من ناحية الطاقات والسعر والرانج رح يكون البامب شوتقن وطاقاته كالتالي الدمج رح يكون 3.4 من 4 والرينج رح يكون 2 من 4 والريتوف فاير رح يكون 2 من 4 والريلود رح يكون 2.5 من 4 طاقاته جدا جدا رهيبة مقارنة بأنه شوتقن يعني كلنا نعرف أنه نستخدم شوتقن للكلوز رينج أو الأعداء القريبين فدمجه جدا عالي 3.4 من 4 يعني طلقة وحدة مات العدو طبعا البامب رح ينفك معاك في الرانج رقم 5 فقط شي جدا جدا رهيب بالإضافة إلى سعره اللي نوعا ما مقبول بالنسبة لطاقاته يعني والسلاح رح يكون سعره 444 دولار لذلك هو أفضل شوتقن أونلايني طبعا كلنا نعرف أنه صيد الحيوانات واحد من أهم مصادر الدخل في الأونلاين لكن هل أنت تصيد بالجودة الكافية؟ فإذا ما كنت تصيد بالجودة الكافية أو أنك تصيد حيوان ثلاثة نجوم يصير نجمتين فإنت غالبا تستخدم الأسلحة الغير مناسبة أو طريقة الصيد الغير مناسبة أفضل أسلحة صيد لازم تأخذها في أسرع وقت ممكن رح تكون كالتالي أولا يعني السهم واحد من أهم الأسلحة اللي لازم تأخذها في أسرع وقت ممكن لأنه له فائدة عظيمة جدا 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 لأنه بعض الحيوانات ما تصيدها بثلاثة نجوم إلا بالأسهم على سبيل المثال الزيب ممكن الكوغار أو النمر ممكن هو السلحة فاء فالأسهم يعني شيء جدا مهم ولازم تأخذ واتوقع شفنا أهميته ومرنا في أهميته في طور الأوفلاين فالسهم جدا مهم ورح ينفك معاك في الرقم رقم عشرة فإذا وصلت رقم عشرة لازم تحسب عسابك على أنك تأخذ البو أو الأسهم وسعره رح يكون 124 دولار بالنسبة للسلاح الثاني أو سلاح الصيد الثاني رح يكون الفارمينت رايفل الفارمينت رايفل يا جماعة سلاح جدا جدا مهم للصيد يعني الحيوانات الصغيرة ما رح تصيدها إلا بالفارمينت رايفل عشان تحافظ على جودتها الطيور ما رح تقدر تصيدها إلا بالفارمينت رايفل عشان تحافظ على جودتها وتقدر تبيعها فالفارمينت رايفل سلاح جدا أسطوري في الصيد ولازم تاخذه في أسرع وقت ممكن ورح يكون مفتوح معاك بمجرد ما تبدأ اللعبة وسعره رح يكون 72 دولار تقريبا حقنا الالتيمت ايديشن رح ينفق معاهم على طول هذه هي أفضل أسلحة صيد لازم تاخذها في أسرع وقت ممكن السهم والفارمينت رايفل طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هد الآن يدمر الجبهة تدمير شامل يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة